نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه استقبل صاحب السمو والسيد فهد بن محمود السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء اليوم سعادة أدواردو بولسونارو نجلة فخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب في البرازيل حيث قام بنقل رسالة شفوية من فخامة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى جلالة السلطان المعظم كما نقل تحيات فخامة والتمنيات الطيبة لجلالة عاهل البلاد المفدة وتتعلق الرسالة بتعزيز سبل التعاون المشترك القائم بين السلطنة والبرازيل تناول الحديث خلال المقابلة العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين والسبل تعزيز أفاق التعاون بينهما في المجالات التجارية والاقتصادية والتقنيات العلمية وغيرها كما تم استعراض عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية ومن جانبه عبر مبعوث فخامة الرئيس البرازيلي عن تقدير بلاده للدور البناء الذي تطلع به السلطنة في علاقاتها الخارجية ومسيرة التنمية الشاملة مشيدا بتجربة الشورى في السلطنة وقد أبلغ صاحب السمو السيد فهد بن محمود السعيد نجلة فخامة الرئيس البرازيلي نقلة حيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم عزه الله وتمنيات جلالته الطيبة لفخامة الرئيس إغاير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية وللشعب البرازيلي الصديق اضطراد التقدم والازدهار حضر المقابلة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى